إنسان بالنفخ ذكر عمل بالعزق هذا الكلام يا أخواني فهذه بالنسبة للتسمية بالنسبة للدور اللي في القبر دور سريع نفس الشي بعد ما يوضع في قبره يا أخواني و يذهب الناس حتى صحف الحديث يسمعيش قرع عني عالي قرع عني عالي شوفها الدور الخطير لي يا أخواني أي والله طيب هذا السماء يا أبو عاصم هل هو سماء حالته في الدنيا أو يا سلام ذكر ابن قيم في الأرواح آثار مات الصح على أنه لم ياتوا يسمعون أحوالنا و يجي يسولف عليه ترى فلان ماتوا فلان مرزين هو العياء طيبين كل هذا آثار ما يعتمد عليه لكن في تلك اللحظة أخبرنا الشارع الحكيم أنه يسمع لأن الله قال وما أنت بمسمعين من في القبور والرسول عليه السلام عندما كلم الجثث المنتنة في بدر استغرب الصحابة لن يعلمون هذا مقارع عندهم نعم صحيح قال يا رسول كيف تحدهم وممات قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يستطعين يجيبون قال العلماء هذه خاصة رسولة أن أسمعهم لكي يبكتهم ويخزيهم في قبورهم حسر عليهم حسر عليهم سبحان الله فالأصل ما يسمعون ترى ما يسمعون وما ثبت أن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا خالد راح للقبور وقال يا فلان ترى أمور ما زينه وكان والله أمر بالتأسي بهم وأخذ منهجهم صحيح فيأتيهم ملكان أسماءهما مرعبة شوي منكر ونكير ويقعدانه يسألانه ما ربك ما دينك ما نبيك وفي رواية ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فإن كان ممن قال عز وجل فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة فيثبتوا الله عز وجل فيقول بكل توفيق ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام لأنه عارف الرب عارف الدينة عارف النبي ليس قدوة هؤلاء الكفرة وهؤلاء أصحاب العادات والتقليعات قدوته سيد ولد آدم عليه الصلاة فحق له أن يقولها بكل ثقة نبي محمد وليس نبي فلان وعلى من التافهين ترسم خطاه كان عاش تطبيقا لسنته كان يسأل عن دقائق السنة فيثبتوا الله عز وجل وربها الله عارف حدود الحلاء والحرام وعارف من يعظم وعارف دين وخارط الحلاء والحرام فيقولها بكل توفيق فهذا الدور يا أخواني فيبشر برضوان من الله عز وجل ويفتح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتي من روحها وريحانهم الله هو بعليم فهو في روضة من رياض الجنة ولم يزال بعد في قبره قامت قيامته أسأل من فضله ثم يا أخواني الكافر لا يدري من ربه ما دينه لهاها لا أدري لا دريت ولا تريت يضرب بمرزبة من حديد يغوص في الأرض سبعونه ذراعا وفيه رواه يصرخ صرخة يسمعوا كل مخلوقات للثقلين نسألها السلام والعافية فيعيش في جحيم وفي حفرة من حفرة النار حتى تقوم الساعة ثم يستمر هذا الأمر الحياة البرزخية إلى ما شاء الله عز وجل حتى يأذن عز وجل لصاحب القرن من هو؟ إسرافيل إسرافيل وقد ثبت في السنة أنه قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أي أذن له اقتربت الساعة وانشق القمر ينتظر إسرافيل للإذن من الله بالنفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فصعق من في السمات والأرض إلا ما إن شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا قال العلماء هل النفخات ثنتين ولا ثلاث سؤال يا أخواني هل النفخات ثنتين ولا ثلاث طيب وش التوجيه اللي قاله ثلاث طيب جميل لكن اللي قاله ثلاث واللي قاله ثنتين كيف نوجه طيب لا بد أن نحسب الموضوع مسألة يعني حساسة ما أدعى الرأي من بعض الله يرحمه أنا ما أدعى لكنهم معنى أن ما قال كنا نسيت طيب لا بأس العلماء قالوا نفختين ثلاث ثنتين لأنه واضح ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون طيب الصعقة تتبعه الرادفة هذه سمنا نفخات الفزع ففزع عن فسوة فالفزع يدخل فيها الصعق فهي داخل ببعض فإذا فزعوا صعقوا فهي اثنتاني أخوان لكن تخيل هذا المشهد صعق من في السماء متخيل عظمة الله عز وجل كلها الجبابرة وكلها الوحوش وكلها الضواري وكلها الناس الظلمة وكلها الناس اللي الظلمة هيدخل فيها ترى ما يفكر فيها اللحظة هي ما يفكر فيها اللحظة هي يا أخوان أنه يحاسب وأنه يفزع وأنه يصعق سبحان الله هذا الدور يا أخوان دور إسرافير عليه السلام ثم بعد النفخ نواصل إلى ايه عندنا عندنا وقت تأتي يا أخوان الساعة تقوم الساعة فإذا هم قيامون ينظرون يا أولا من بثلا مرقى دينا هذا هذا اللحظة الحشر الآن في دورين الملائكة هنا يخرط الناس بينهم السوق الأول والسوق الثاني يظنها شيء واحد مثل النفخ لا في السوقين السوق الأول لأرض المحشر وجاءت كل نفس معه سائق وشهيد السوق للمحشر ترى حتى يجتمعون في أرض بيضاء نقية مستوية لا ترى فهي عوجا ولا أمتى أمتى مستوية مثل البلاطة كما يقولون حتى كلهم السائق والشهيد من هم أه كيف يجب أقول السائق والشهيد يعني الملك والشهيد من هم يعني اللي يشهد عليه قيل أنه نفس الملك يسوق ويشهد وقيل أنهم مختلفين يعني كلام كثير فيها لكن الناس يخرطون بين السوق الأول والسوق الثاني الثاني هذا السوق للمحشر وجاءت كل نفس نكرة كل نفس ما أحد سيفر في زحام الآخرة يقول والله أنا بختفي مثل اللي يختفون عن النظام أو اللي بيشوله زاوي أو اللي بيزبن عند أحد كل نفس نكرة معها سائق وشهيد موكل بك تحت سلطان الله عز وجل تحت مراقبة الله وتحت عناية الله سبحانه وتعالى فيجتمع الناس وتبدأ مشاهد عاد الحساب والنشور والاقتصاص ونشر الصحف والدووين مشاهد تشيب فيها الولدان ترى الناس فيها سكارة وما هم بسكارة تضع كل ذات حمل نكرة هم من شهر وهم من تسعة شهر كل ذات حمل حملها وترى الولدان يشيب رأسه في لحظة يستبغ يشتعل الرأس في لحظة سبحان الله حتى نعيش فيها الأجوال على نستعد لها ونتهيأ لها يا أخواني وبعد هذه المشاهد الدامية الموجعة يتميز الناس إلى فريقهم فريقهم في الجنة وفريقهم في السعي لكن هنا يأتي ومذكرته يا أبو حاتم لفتة الشاهد لأن الناس تعودوا في الدنيا لألف الكذب واللف والدوران والتزوير أبد ما سويت ما سويت هذا ظلم هذا كذا هذا تسلط عليك هذا تتكلم الحواس اليوم نختم على أفواه وتكلمنا أيديهم وتشهر جنبك تخيل إيمان بالغيب هذا تخيل اليد تتكلم والرجل أنتم كيف الله أعلم وتستنطق الملائكة الشهود يشهد عليك الملائكة المقربين وين تروح فيها الزحمة وفيها الشهود وها المحكمة وين تفر وين تنكر وين ثم يتميز الناس كما قلت إلى فريقين فريق في الجنة ثم يساقون السوق الآخر المذكور في الصورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر لعلنا نتلوها لعل الله عز وجل يهدينا بها ويهدي إخوان وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ثم يأتي السوق الآخر السوق التكريم والعناية والحفاوة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أسلام فضل يا أخواتي إشاقون إلى الجنة وفدة ملائكة تحتفي بهم وتزفهم إلى الجنة أسلام فضل فيدخلون الجنة فتهنه الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار نعم أجر العاملين هذا العمل الآن جزاء بما كانوا يعملون السابقون السابقون أولئك المقربون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون هذا ميدان السباق يا أخواني لا يستخفرك الذين لا يقنون يرمونك في التفاهات وتغرق فيها المستنقعات وتسابق فيها التفاهات لا ميدانك مرشوم ميدان الرسول عليه الصلاة والسلام ميدان الطاعات ميدان العبادات ثم يرأسهم رضوان عليه الصلاة في الجنة يخدمك الملائكة تخدمك والولدان المخلطين يخدموك بينما هؤلاء في أبواب موصد عليهم في النار يطلبون من الملائكة ماذا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوم يوم واحد يستردون فيها انفاءسهم يستجمعون قواهم بس يرتاحون من هالكالو هالعذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال على سبيل السخة يدعوا يدعوا الله يدعوا الرحيم سبحانه وته يصدقون يدعون الله يا الله يا الله لكن تترد صيحاتهم في جنبات جهنم في أودية جهنم ولا مغيث ولا مجيب فيدعون مالك رئيس الخزنة يا مالك ليقضي علينا ربك يبون الموت اللي هو ما يتمنى أي إنسان يفر منه أي إنسان حتى الكافر المهموم ما يتمنى الموت يطلبون هذا من مالك قال لا إنكم ماكثون بل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يا أخواني شوفكم حجم ذكر النار في القرآن الملائكة العذاب لماذا؟ الله يبي يروعنا لا الله يبينا نستعد ونتهيئ لمثل هذا المصير أسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختابنا جميعا وأن يجمعنا في الجنة كما جمعنا ما هو النخبة والإخوة المشاهدين يجمعنا في جنة النعيم على سر المتقابلين لكي نقول كما قال على المؤمنين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقال عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم وآخر دعوان الحمد لله رضي الله الله عزيزي الله عزيزي الله عزيزي وإحنا نحتاج في مجلسنا تذكير لنا يا أنفسنا